سنوات وهي تسكن ببيت طيني وكان السكن ببيت متكامل من الأمور المستحيلة والصعبة المنال أم الشهيد أحمد وبعد عرض تقرير عن معاناتها ها هو البيت الجديد يرى النور أحلام تلك المرأة الصبورة تحققت بعد طول انتظاره أشكر من قناة بلادي فزعت لي ورحمتني بهذا الموضوع وأنا كنت بديت دار الخرابة فزعت لي الشعب فزع لي أهل الخير رحم الله والديكم ويطيكم العافية وبنولي وجهز البنيان ونعم الله عليهم والله يرزقهم أهل الخير بجاهل حسين أبو عبد الله أم أحمد لم تكتفي بتقديم عبارات الشكر والتقدير لقناة بلاد الفضائية بل قامت بوضع لافتة لتعبر فيها عن فرحها وهي تسكن ببيتها الذي كانت تنتظر انتهاء مراحل العمل فيه بفارغ الصبر سويت هاي القطعة أشكر لقناة بلادي وللخيرين البنوبيتي ونعم الله عليهم ورحم الله والديهم إلى جمعين من شارك بالبناء تحدث عن مساهمة أهالي المحافظة فضلا عن محافظات أخرى بالعمل فالكل هنا بانت عليه علامات الفرحة بعد الانتهاء من العمل نشكر الإعلام الحر من قناة بلادي اللي فزعت له هاي المرأة خطيئة كانت حالتها تعبانة بذاك البيت القديم وحاليا ببيت زينها السعصار وخير من الله ونشكر يعني الناس الخيرين منها البغداد من البصرة من السماوة يعني ما قصروا إياها وألف شكر لقناة بلادي بعد معاناة طويلة امتدت لعدة سنوات وهي تسكن في بيتها المصنوع من الطين ها هي أم أحمد تسكن في هذا البيت الذي صار حاضنا لها فرسم الفرحة على وجه هذه الأم المثالية بات من أهم الأمور التي تسعى لها قناة بلاد الفضائية من محافظة المثنى علي حداد بلاد الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر